اشتركوا في القناة على قلوبهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سبحان الله اللي ربنا كاتب له اي حاجة هيشوفها ولو ربنا كاتب لك العمرة هتطلعها مهما حصل حتى لو هو الانسان حس ان خلاص ما بقاش لي نصيب فيها انا بقول الكلام ده لان الام المثالية اللي معينا النهاردة ليها قصة معينا وقصة هتشوفوا فيها انه اللي لي نصيب في حاجة ربنا بيسر هلو مهما حصل تعالوا نشوف مع بعض الام المثالية النهاردة ونشوف قصة كفاحة ونشوف كمان قصتها اللي كانت معينا ومع برنامجنا النهاردة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بيكم مشاهدينا فقرتنا اليومية والام المثالية يا رب ان احنا نقدر ندخل الفرحة على قلوبهم ويكون دي حاجة بسيطة كده لرد الجميل ليهم هرحب طبعا ضفتنا النهاردة والام المثالية اللي معينا النهاردة الحج امن اهلا بيك يا حبيب اهلا بيك اهلا بيك احنا هنروح كده معيك ومع مشاهدينا ونشوف التقرير اللي احنا مصورينه عنه لما جيتك تبع نمي عجزة قدام القصيد انا امل محمد كامل معي ثلاث اولاد الولد الكبير ومخلص بكريوش تجارة وعمل من الجستير وبنت اللي بعد كده في جامعة عين شبس والبنت التانية سنوية عم انا دينا انا عايزة اشكر ماما على اللي عملته معينا اهه هي ضحت عشاننا كتير وتعبت كتير اهه زي اي بيت بيبقى فيه ازمات ساعدة الواحد بيمر بيها فهي بقى كانت يعني مصممة على انها توصلنا اللي هي عايزة وتتعدي الازمات دي انا مش شايفة ان انا عملت حاجة زيادة حقيقية كل ام المفروضة انها بتيجي عليها الظروف ما بتضحيش وتستسلم يعني انا جاي عليها شوية زروف كده ولادي لسه كانوا في مرحلة التعليم ولسه صغيرين فقلت لأ انا لازم اعافر وساعد علشان يوصلوا للشهادة للجامعية وده الطبيعي لكل ام انها ما تستناش انها حياتها تبقى مستقرة يبقى خلاص يبقى هي كده حياتها تبقى عادية ولادها يتعلموا عادي لأ انا فضلت ان انا اتعب عشانهم ممتي كانت يعني من زمان وانا صحابي اصلا بيحسدوني عليها لما باجي احكي لهم هي من الامهات اولا متفاهمة تحبك انك تحكي لها الغلط قبل الصح علشان يعني كل حاجة تبقى قدامها ولو هي مش هتقزيني بتقولي لأ بلاش ده وكانت متفاهمة معايا جدا فانا كنت بصراحة اي مشكلة حتى لو خايفة جدا مش حارفة هتعملي ايه بس اول حاجة بلجأ عليها يا ماما كل ليلة كنت برجع والدعى صالب لظهري والتعب فارد طريقي والسنين بتقولي اجي انا وانا بنتي كنت عايشة عايشة الحمد لله ما كنتش احط ما جاش في بالي ان يجي علي وقت الظروف تبقى ديقة وحاول ان انا اقف وقفة جامدة ما جاش في دماغي خالص لاني كنت واخدها عطار فيه واخدها الحياة الحلوة بس لما جات الظروف داقت عشان خطر ولادي لازم ان انا اتعب وانسى بقى ان انا كنت مرتاحة وانسى فالحمد لله عفرت يعني وربت كويس وعلمت كويس يا ربنا اداني ميزة بامي ممكن تقومش في امهات كتير وده اللي انا نفسي ان كل الامهات تعمله يا ما جرحوني يا امي وبدعاكي جات سليمة هما لما يقولوا عني ابن امي دي شتيمة في اول مراحل التعليم كانت الظروف المادية بدأت بتأسر وبعدين انا صممت على انهم يتعلموا فعلى رغم من الظروف جات تدائت شوية لكن انا بدأت ان انا اشتغل حاجة عندي اصرف فيها عشان خاطر طبعا السنة العامة تبقى فيها مصاريف كتير ودروس فمهمينيش بقى اي حاجة اصرف فيها او اشتغل مهم ان انا كنت اكملهم من سنة دراسية ويتعلموا وينجاحوا وسنة ورا سنة والحمد لله لغات لما باوف احسن منها حاليا كان زمان بيني وبينها حفل سري اتقطع يوم الولادة واتوصل حفل الولاد حب ما تحولش عادة من كلام رب العباد حبها اصلا عباد احنا حاولنا ان احنا نردلها جزء من جميلها ففكرنا ان احنا نبعد لدعاء عامل على قناة النهار على الفيسبوك فاحنا طبعا ان احنا بنبعد ما كناش مدخلين دا بجد وان هي هتجيلة احنا كنا كده عاديين بنجرب فبعتنا وقلنا بقى يعني الحكاية وان هي تعبت زي اي ام وان احنا نفسنا انها يعني نعمل حاجة نحس ان احنا ردنا لها جزء من الجميل فبعديها بمدة لقناهم حقيقي تكلمونا من القناة وقاله هي كذبت جهزة الام المثالية دونها عن ستات كتير قوي مفاجأة لقيت ابني بيتصل بي وانا كنتش بالبيت يا ماما انت كسبتي فلذا كنتش مصدقية عامل اقوله تهزر لا انت بتهرج لا مش هارج كده يعني فقال لي لا والله يا ماما اول ما حلفلي بدأت ايه احس اني حقيقي فلما روحت بقى ولقيته بيقول لي بيقول لي اتصلوا بيا وبيقولولي كمبروك انت خدت الام المثالية انا احب اقولها ربنا يخليكي ليا علشان انا مش عارفة لو انتش موجودة هعمل ايه يعني انا بيتهيقلي ان هي ان انا عايزها تعملي كل حاجة وتبسطني كل حاجة واخلص كل حاجة حلوة معيها علشان بيعض الشر باتمنى طبعا لولادي انه ربنا يوفقهم ويسترع معاهم أهم حاجة السطر والحمد لله أنهم يعني أهم حاجة أنهم يتزارع فيهم التربية وبعدها التعليم يبقى كده أنا عملت كل حاجة بالنسبة لهم والمستقبل بتاعهم بقى بتاع ربنا هو اللي يده لهم إن شاء الله لما جيت أكتب عن أمي عجزة قدام الأصل وبنرحب طبعاً بضفتنا الإعلامية رباب النعيمي أهلاً بيك يا رباب ورباب مقدمة جوائز الأمهات المثاليات السلام عليكم حاجة أمن مبروز أزايك؟ أنت عملتين مدوشة أهلاً يا رباب أهلاً يا حمدتي ما شاء الله عليكي إحنا هنحكي للمشاهدين أنت عملتين إيه إحنا كانوا الأول عشرة من هاتف المثاليات أولاً لازم تعترف بغلطها أيوة أنت غلطها كان الموقف بالنسبة لي مفاجأة إزاي؟ يعني أنا ما كنتش متوقعاً هاي يحصل أننا نطلع عمرهم إحنا نفهم المشاهدين عشان تحكي التبرير بتاعك إننا كنا مختارينك واحدة من العشر أمهات المثاليات اللي فازوا معينا في البرنامجنا بالأم المثالية وكلموك فريق الأعداد في التليفون وقلوا لك إن عربية تلفزيون النهارة هتكون موجودة وهتركابي وتيجي على الستوديو عشان تصوري معي أنا وربطي فأنتي لما شفتي العربية مردتيش تركابي ليه؟ آه والله هم أولاً تعبوا معي كتير صراحة قعدوا يقنوا معي تعبوا معي كتير طب إنتي ليه؟ قالوا لك إن إحنا جايين وجايبين سيارة بنكتك خذ إيه اللي جرى؟ هم تعبوا معي طول النهار وأنا مصممة إن مش حقيقي مش مصدقة مش مصدقة هم اه فمن خوفي عليها قلت مش مهمة عني ايه حتى لو تلك الحكاية مظهوطة وهزع لإني أنا مرحتش بس قلت مش مش كل کلم sana بأضامنا بنتي آه ايمان في امان إنتي خوفت يعني من الأسلم من الحاجات اللي بنسمحها اه يعني انا خوفت بقى ليه لان فيه خطف مثلا حوادث وكلام من ده وحاجات كده ممكن تحصل خفتي من كده هو ده الخوف اللي جالك؟ انا خوفت على بنتي مش على نفسي انا كبيري ايه انا ولا حاجة ليه انت داي الامر ان انا مش بصدق عندي بنت عمورة كده عندي الحمد لله تلاتة وهي الوسط يعني بعدين تاني يوم لقينا واحنا بنصور انا ورباب ان انتي جيتي على باب المدينة وبيتكلمي فريق الاعداد في التليفون ايه الامن بتاع بابت المدينة بيقول ان انتي وقفة بره وان عشان تتأكدي ان الحكاية صحة ولا لأ اه انا انا جيت بنفسي لما اتأكدت اعملت ايه انا جيت بنفسي بقى ولقيت ان الفعلا الكلام صح اه جوها نفسي زالت وفي نفس الوقت قلت مش مشكلة انا كنت اهم بنتي ان انا ما حطهاش في موقف انا مش هعرف احيق اعمل احنا كنا خلاص خدنا العشرة اه خدنا العشرة اه خدنا العشرة حفتنا لحدة كاملين اه خدنا العشرة حد ما دلك وبعدين اه اعملت ايه دعاتي قلت حاجة والله انا سلمت امري لله اه قلت يا رب انت لو كاتبها لي هتجبها لي لو مش كاتبها خلاص هاي بنتي معايا اه يا حبيبتي بعدين اللي حصلت فزعلت شوية مع نفسي بقى عشان انا طبعا يعني ايه الضغط بقى والحاجات دي بس ما بحاولتش ان انا باين لولادي اه باينت له من عادي وده نصيب ومش مشكلة فلاقيت بنتي بقى مع نفسها كده رح اتتعى الموبايل حاولت توصل مش عارف الايميل والحاجات اه مش قادرة برحتك برحتك فالمهم حاولت توصل يعني ازاي اه احنا شدينك طعيات يا زي اللي بتفرحك لا لا انا بحاول لا هي بتعيات من الفرح من الفرح اه طبعا من الفرح ان انا نرى الحمد لله ان ربنا يكتبها لي ان انا كمان معاكو يعني وشفتوكو يا حبيب تنورتيني الله يخليكي فلاقيت بنتي بقى طول الليل بتعافر بقى لما لقتني انا زعلانة والموضوع تلع مظبوط قدت بقى تحاولت تخش على الموقع هنا وموقع هنا قاعدين بنفكر مع بعض بتقول لي شوفي رجعت وهي كانت خايفة وزعلانة قوي فعنعمل ايه ان احنا خدنا العشرة فقلت ايه انا اه فالرب قالت لا خلاص مش مهم يعني عشرة يبقوا 11 مش مشكلة ناخدها تاني الله يخليكي الله يخليكي انت دعائيكي اكيد دعائك رحي الله يستجيب بعد كده بقى 12 ربنا يكتب سناتك يا رب قرب عليك تراحكم يزيدوا كلها يا رب يا رب الله يقدرني الله يقدرني الله يقدرني اقول لي كيش يعني اي واحد بتعملي حاجة زي كده انا لو اقولك اللي انا حسى بيه لو معايا انا مش هبخال يا حبابتي لان السعادة يعني حاجات كتيرة ما تسواش الدنيا كلها معانتي لما انت في النفسية دي اكيد حيكون في ناس كتير زيك زي ما انت يا ربنا مقامنا فيه وانت دائما مسلمة ربك يعني امرك لربك اكيد ربنا حيساعدك الحمد لله الواحد طاله ما بيقول يا رب يا رب وبما يرد الله هتلاقي رب انه وقف جنبه وحق قاله له هو يتمنى وركبت العربية من غير خوف النهاردة بقى النهاردة انا بقى احلى سوانالك موكب عشان بقى الله يفعل رعليش والله انا اسفى ان انا تعبتكم معايا لا بالعكس بالعكس كان غزبا عني لاني بنتي طبعا عروسة وما ينفعش ان انا اجازف بيها لأي سبب حقك والله حقك ان انا هعمل حقيا حاجة زي كده تجيلي بس مش لدرجة ان انا هنسى بنتي يعني لا فضحيت قلت مش مهمة انا ونصيبي فيها هي نصيبك فجاتلك لحد اعملك معاك اه خليها تيجي عشان نشكرها تعالي نتصور معها والف مبروك واحنا احنا معرفناش القصة بس هي قصة كفاح اه واضح على وش اه واضح على وش القصة كفاحك الحمد لله اقودي بقى ونحكي القصة اقودي دينا في قليل ادابي سابس دينا اهلا دينا بتعياتي كمان لقصة بطعياتي انت لدي تقوى ام دولي تعالي يا دينا تعالي اقودي اما هي هي بقالك عشان كانت مصممة تبقى معايا وانا عادتا والله هرجاعي وانا هركب واشوف الكلام ده مظبوط ولا لا اقول لك كفاحك عايز ام تانية ان هي تطلع بدلك وبقى كده يبقى نصيبك ان انت تيجي تاني وهو سبحان الله كل حاجة بتتعمل اه ربنا اللي بيرتبح اه ربنا اللي بيرتبح قول لنا انت انا كتبتلك على الفيسبوك اه اه اعملتش اه ارناها وعلى طول ما خلينا كيش تزعلي بعد كده او يعني هي بقى مرديتش تركب عشاني كانت خايفة وانا بتقولي رجعي انتي وانا هروح ويعني هي حصل لي ايه يعني اه 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 انا خفت قلتها لا ايا هنالك بسواعي قولي لا انا قوية انا محدش يقدر يعمل لي حاجة اه لا البلد الواحد بيخاف بس عشان خاطر قولي لنا ماما عملت ايه اه قربي كده اماما عشان الصوت سيطلع من المهيك اه هيا بقى قلت لي خلاص رجعي انتي وانا هروح فانا قلتها لا ايه اما هنركب سواعي اما خلاص اه اتي خلاص بقى تعالي نرجع انا خايفة كل ما اتقرب من العربية تقولي لا لا انا خايفة لا يلا نرجع اه فهيا بقى متابعة للتلفزيون والبراوة وخايفة بقى خايفة تيجي اخطفوا فيه ماما عملت ايه طب قولي لنا ماما عملت ايه مصيد اه ماما عملت حاجة ازاي ربتكم اه هي والله يعني اه هي بس المعاناتي جي فانا هي كانت اه قبل ما تتجوز كانت اه يعني مامتها وكده كانت مرتاحة جدا فكانت عايشة في مستوى تاني خالص فلما تجوزت بقى المستوى ده قال فعشان جوزها اللي هو با باكيت عيه اه فمش قادر يشتر مقدرش بقى ايه تكمل شو فهي بقى اللي شالت الحمل اه يعني وكمان جي بقى في فترة السنوية العامة مثلا الحاجات اللي هال تقيلة اللي عايزة مصاريف انتو كم واحدة احنا طليتها اه انا واختي هو اخوي كبير اه فهو بقى مع يعني جي فترة ما كانش قادر بقى يكمل في السنوية العامة كانت ظروفه في الفترة دي مش حلوة وكل ما شاء الله خلصته اه في الجامعة ومشاء الله بقينا مرايكز يعني اخويا ما شاء الله ايه زي عملت ماما ايه علشان تدرسكم ماما بقت في كل مرحلة اشتغلت بقى يعني اشتغلت وتعبت وبقت في كل مرحلة حد يقول لها خلاص كفية علوم تعليم كده تقول لأ انا ابني لازم يخلص لازم يعمل ماجستير لازم ما عافش ماشاء الله لدلوقت بتشتغل ولا خلاص اه يعني لأ طبعا خلاص احنا نحاول بقى لحنا خليها تقعد برافو علي برافو السنة لسه شوي شوي عشان اه علشان الصغيرة في السنوية العامة في السنوية العامة عادي بس السنوية العامة كده تخش الجامعة وان شاء الله انتو بقى تقعدوها وتتصرفوه واخوهم الكبير بقى ان شاء الله الله يقويكي بقى احسن كده وشفتي النبتة اللي زرعتيها خير أه وردة ما شاء الله ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك على العمد الله يخلك تشكل بقيتهم نورتونا برسي أولا يجعلك يا ربي دايما كده للخير ألف مبروك برسي أولا مبروك يا حبيب الله يبركي ألف مبروك أحسن كيف نتصور بقى دابو علي موسيقى 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 موسيقى